قلت لكم ويفتع عند قصة أن الفار اللي كان مفترض أنه يحسم حالة الجدل بقى أكتر ثورة للجدل في كتير من المناسبات وخصوصا عندنا هنا في مصر أوروبا لا قصة والفهم لللوايح وفهم لتطبيق القوانين والفهم لطبيعة دور الفار أفضل بكتير جدا من عندنا بمراحل فما بتتكررش الحالات دي عندهم ولكن برضو ده كان الحقيقة رغبة من فيفا في تطوير استخدام التقنية تقنية الفار فبداية من النهاردة إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل أو التعديل الجديد على تقنية الفار أنه الجمهور اللي موجود في الملعب أو الجمهور اللي بيتابع المباراة يعني وراء شاشات التلفزيون هيسمعوا الصوت الخاص بحكم تقنية الفار وهو بيتكلم على رؤيته أو قراره المتعلق بلعبة ما أثناء المباراة هيتم سمع ده لايف أو بشكل مباشر على سواء في المايكات أو الميكروفونات اللي موجودة في الملعب المباراة أو الجمهور اللي بيتابع المباراة من خلف شاشات التلفزيون وده يمكن لو تم تطبيقه نتمنى طبعا يعني أعتقد بما أنه الفيفا طبق ده في ده مش على سبيل التجربة اللي بيحصل في بطولة كاس العالم مش على سبيل يعني مش بيجربه دي مش تجربة وخلاص لكن ده تحديث جديد لتطبيق تقنية الفار مفترض أنه هيتم تطبيقه بعد كده تباعا بقى في كل المباراة وفي كل البطولات وفي كل الدوريات ونتمنى وبما أنه الفيفا أقر ده أنه يتم تطبيقه عندنا يفرق معنا كتير جدا 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 في الفترة اللي جاية على مستوى المسابقات المحلية